تعهد دونالد ترامب خلال مؤتبر صحفي في فلوريدا بانتقال سلمي للسلطة في حال كانت الانتخابات الأمريكية نزيها في حين اتهمت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي في ولاية ماترغان اتهمت ترامب بالسعي لإعادة البلاد إلى الوراء صراع من نوع آخر تشهده الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل التراشقات بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس لا تتوقف حرب نفسية تشهدها الحملات الانتخابية لكل المرشحين قبيل المناظرة الأولى التي ستستضيفها شبكة ABC News الأمريكية في العاشر من سبتمبر المقبل خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا تعهد ترامب بانتقال سلمي للسلطة في حال كانت الانتخابات الأمريكية نزيها وفي مواجهة الزخم الذي تستفيد منه هاريس اقترح المرشح الجمهوري اجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية في سبتمبر بينها واحدة باتت مؤكدة ورغم محاولة ترامب مهاجمة هاريس لإقناع الأمريكيين بأنها تسعى إلى استغلال هويتها لجذب أصوات الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي إلا أنه لم يتمكن من إضعافها سياسياً أما الثناء الديمقراطي هاريس ونائب هاتم والز حاكم ولاية مينيسوتا فقد عقد تجمعاً مع حشد صغير في ولاية ميتشجين المتأرجحة متهمة ترامب بالسعي لإعادة البلاد إلى الوراء وخلال شهر يوليو استطاع الحزب الديمقراطي جمع حوالي 310 ملايين دولار مقابل 139 مليون دولار فقط جمعها أنصار ترامب وفي محاولة أخرى بائسة سعى الجمهوريون إلى استغلال أزمة تراجع أداء الأسواق المالية الأمريكية الأثنين الماضي لمهاجمة هاريس لكن دون جدوى استطلاعات الرأي كان لها توجه آخر فبعد شهور من الركود تمكنت هاريس من تغليب الكفة لصالح الديمقراطيين وفق معهد سبر الأراء الأمريكي ريل كلير ولا زالت جميع الاحتمالات مفتوحة فالمنافسة في الطريق إلى البيت الأبيض ما زالت مشتعلة